مئات الشهداء وآلاف المصابين حصيلة يوم دام شهده لبنان جراء غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وعدة بلدات أخرى في الجنوب المشتعلة بحجة استهداف عناصر تابعة لحزب الله اللبناني جبهة القتال الجديدة التي قامت إسرائيل بفتحها في الشرق الأوسط نفذ فيها جيش الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة غير المسبوقة على أنحاء متفرقة من لبنان استهدف فيها الأماكن السكنية ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين هربا من القصف الإسرائيلي العشوائي وما أشبه اليوم في لبنان بالبارحة في قطاع غزة فقد استهدفت غارات الاحتلال على البلد العربي العشرات والعشرات من الأطفال والنساء في عدوان غاشم فيما استهدفت نيران مدفعية الاحتلال ودانات دباباته البلدات الجنوبية وقامت بهدم وتدمير العشرات من المنازل التي يقطنها مدنيون عزل العدوان الإسرائيلي على لبنان دفع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار بفتح أكثر من تسعين مدرسة لاستقبال النازحين من الجنوب اللبناني وذلك بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بلداتهم وبعد أوامر الإخلاء القصري التي أطلقها جيش الاحتلال لأهالي الجنوب من غزة جنوبا للبنان شمالا يشهد الشرق الأوسط تصعيدا خطيرا نتيجة الممارسات الإسرائيلية في المنطقة وخطوات نتنياهو التصعيدية لتفجير الأوضاع في الإقليم الملتهب سعيا منه للحفاظ على منصبه السياسي وخوفا من المساءلة والمحاكمة فمتى يستيقظ العالم قبل دخول المنطقة لنفق مظلم يدفع ثمنه الجميع